السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اهلا بكم تبعيني قرام تبعيني قناة من اخر الخلاص معاكم محمد نور الدين خلينا نتكلم عن ترتيب فراق الدور العراقي الممتاز وترتيب الهدفين موسم عشرين 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 واحد وعشرين الحقيقة انا حابب اشكر كل الناس اللي كانوا موجودين معايا طول الموسم وبيشاهدوا الفيديوهات اشكركم جزيلا شكر يعني انا من غيركم بصراحة القناة مكادش هتقوم عن رجليها سواء هنا فعلا في الدور العراقي او الدور الاسباني او اي دوري يعني حضراتكم جماهير الدور العراقي او معنا صح الناس العراقيين اخواتنا العراقيين هم اكتر جمهور موجودة على القناة شكرا لحضراتكم جدا وشكرا للدور العراقي اللي خلينا نتعرف على حضراتكم شكرا لكل الدوريات اللي خلتنا تعرف عليكم حرفيا ما يعني مش قادر اقول لكم بصراحة انا مبسوط اقدي ان انا قدرت اغطي الدور العراقي يعني مشكل مقبول وده من رأيكم مش من انا خالص انا ما بحبش اتكلم عن الموضوع ده كتير انا كل الحكاية كلها انا مشكركم جزيل الشكر عشان ما اتقولش الفيديو خلانونا تعرف على النتاج مباريات الجولة الاخيرة من الدور العراقي الممتاز ثم انتعرف على ترتيب فرق الدوري ثم انتعرف على ترتيب الهدفين انتهى الدوري العراقي اليوم الاربعاء 28-7-2021 كان اخر مبارا معنا هي مباراة الكوة الجوية والفوز على الحدود على ملعب الحدود اتنين واحد للكوة الجوية احرز هذا في الحدود اللاعب بلال في الدهاءة خمسين هدفي الكوة الجوية عن طريق حمادي احمد في الدهاءة سبعة وستين وايمن حسين في الدهاءة سبعة وثمانين بالنسبة لباقي مباراة الجولة النجف فزع القاسم 1-0 الكهرباء خسر امام الطلبة 0-1 السماوة خسر امام الديوانية 2-3 اربيل خسر امام الزوراء 1-3 والصناعات الكهربائية تعادل امام الشرطة 1-1 زيخو خسر امام نفط ميسان 1-2 نفط الجنوب او نفط البصر يعني خسر امام النفط 0-1 والميناء تعادل امام نفط الوسط 1-1 والكرخ تعادل سلبان امام بغداد 0-0 خلنا نتعرف على ترتيب فرقة دور العراقي متصدر الدور العراقي بمعنى الصح بطل هذا الموسم بالنسبة لدور العراقي الكو الجوية في المركز الاول تأهل الى دورة ابتال اسيا مرحلة المجموعات برسيد 83 نقطة الزوراء في المركز الثاني ب75 نقطة النجف في المركز الثالث ب74 نقطة وهما الاتنين تأهلوا الى دورة ابتال اسيا مرحلة التصفيات الشرطة في المركز الرابع ب72 نقطة النفط في المركز الخامس ب63 نقطة النفط الوسط والي في المركز الخامس ب63 نقطة النفط المركز السادس 53 نقطة اماني بغداد المركز السابع بخمسة نقطة الميناء المركز السامن بتسعة واربعين نقطة زاخو المركز التاسع بستة واربعين نقطة القرخ المركز العاشر بخمسة واربعين نقطة نفط البصرة المركز الحدي عشر باربع واربعين نقطة اربيل المركز الثاني عشر باربع واربعين نقطة ايضا نفط ميسان المركز الثالث عشر بتلاتة واربعين نقطة الكهرباء المركز الرابع عشر بواحد واربعين نقطة القاسم المركز الخامس عشر بواحد واربعين نقطة الديوانية المركز السادس عشر بواحد واربعين نقطة الطلبة المركز السابع عشر بتسعة وثلاثين نقطة الصناعات الكهربائية في المركز السامن عشر بسبعة وثلاثين نقطة هو يلعب أمام نادي صامراء يوم الجمعة لقدم إذن الله تعالى في مبارات من اللي هيكمل في الدورة الممتاز ومن اللي هينزل لدورة درجة الأولى الحدود المركز التاسع عشر برسيد واحد وثلاثين نقطة وهبط إلى دورة درجة الأولى خلنا نتعرف على ترتيب الهدفين النجم ايمان حسين لعب الكوة الجوية متصدر للهدفين ب22 هدف المركز الثاني منارتها لعب الحدود ب15 هدف والمركز الثالث على عبدالزهر لعب الزوراء ب14 هدف وحمدي احمد لعب الكوة الجوية ومحمد الجاميلي لعب الطلبة وفي المركز الرابع مهند عبدالرحيم قرر لعب الزوراء ب13 هدف والمركز الخامس امجد عطوان لعب الشرطة ب12 هدف وبالنسبة لأحمد لفتا كونيه وعنده كده 14 هدف لعب النجف وعنده 14 هدف فهو كده في المركز الثالث مع محمد الجاميلي وحمدي احمد وعلا عبدالزهراء وخلنا نتأكد من ترتيب الهدفين من موقع تاني زي ما احنا شايفين منورتها عنده 15 هدف فعلا احمد لفتا كونيه هو في المركز الثالث عنده 14 هدف هو محمد خيج جفال وحمدي احمد وعلا عبدالزهراء بهنا عنده 13 هدف انما الموقع التاني صح طيب اشترك في القناة وفعل زر الجرس وعملاك الفيديو كان معكم محمد نور الدين كل عام وانتم بخير شكرا لحضراتكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته